النهيان وقصة زوال عرش مؤسسها إنها مجرد أيام معدودة قبل الغزو العراقي والجيش الأمريكي يستعد لضرب بلاد الرافضين لتحقيق السلام المزعوم من قبل واشنطن وهو رجل واحد طرح مبادرة كادت أن تكون الحل ويتنازل صدام حسين عن الحكم وإشراف الجامعة العربية على هذا الانتقال الحكومي فرفض العراق هذا الاقتراح وبات منكوبة فحين شهدت تلك الحقبة حنكة ورؤية صاحب المبادرة الشيخ زايد والتي كانت هذه المبادرة هي أخر ما يسعى إليه لحماية المنطقة ولواري جثمان صدام حسين العام التالي فيعتبر الشيخ زايد هو الذي حول رمال الإمارات إلى ذهب في يديه فولد في صحراء قاحلة فهو الذي حول فرقة صحرائها إلى أكبر اتحاد في المنطقة فمن هو الشيخ زايد وما هي قصته؟ منذ نشأة الإمارات ارتبط اسمها باسم المؤسس الشيخ زايد فهو الذي ولد قبل أن تولد هذه الفكرة فكرة الدولة وهو الذي صنع من لم يستطع أن يفعله غيره ولد زايد بن سلطان بن زايد بن خليفة النهيان في عام 1918 في مدينة أبوظبي تحديدا في قصر الحصنة والذي يعتبر اليوم هو أقدم بناء في الاتحاد الإماراتي فهو الرمز الشاهد على نهضة الدولة الموحدة فكان والد زايد الشيخ سلطان آنذاك ولي عهد إمارات أبوظبي فقد أمسك زمام إمورها في عام 1922 أي بعد أربعة أعوام من ولادة ابنه الأصغر في تلك الفترة كانت أبوظبي مدينة شبو قاحلة من الموارد فهي بقعة صغيرة جدا في وسط الصحراء وتعتمد في رزقها على الصيد بشكل أساسي وتجارة اللؤلؤ حيث ولد الشيخ زايد في أحد أكبر القبائل الإماراتية آنذاك فقد كان له اسما وسط العرب ولكن كانت أقرب للبساطة وكباقي أطفال القبائل العربية فقد تلقى تعلمه بالكتاب وقد تعلم الشريعة وأصول الفقه وقد حفظ القرآن الكريم كاملا فقد كان زايده أقرب الأبناء لأبيه فكان يرافقه في جميع رحلاته فكان أكثر أبناء الشيخ سلطان دراية بالأمور السياسية والاقتصادية ولكن تأتي الريح بما لا تشتهي السفن ولتأتي المنية لأبيهما الشيخ سلطان ولتتغير حياة أبنائه من بعده فحمل أبنائه أمتعتهم ليتركوا أبوظبي متجهين للشارقة ثم يعودون إلى مسقط رأسهم مع تولي الشيخ شخبوت شقيق شيخ زايد مقاليد الحكم في الإمارة في عام 1928 وما إن تم عمره 28 عاما تولى إدارات مدينة العين بأمر من شقيقه حاكم الإمارة ولتولي حكم المدينة التي كانت تعاني من نقص حات في جميع الموارد وغياب تام للمؤسسات والخدمات وتحدى نفسه ليحسن من معاشة المدينة وفي خمسينيات القرن الماضي افتتح أول مدرسة بهذه المدينة ويقوم الشيخ زايد بزيارة العديد من الدول والبلدات أشهرها المملكة المتحدة وفرنسا والهند وبعض الدول العربية في مطلع الستينيات بدأت تنقيب البريطاني بالتنقل عن النفط في الإمارة والإمارات المجاورة لها وليكتشف أولى قطراتها في إمارة أبوظبي هو لتضغط المملكة المتحدة على حكام الإمارة بالتنازل عن النفط لصالح المملكة المتحدة البريطانية ولكن اقترح الشيخ زايد على أخيه الحاكم شخبوت بأن يقوم ببايع النفط والاستفادة من أمواله لتأسيس إمارة أبوظبي فوافق أخيه على هذا الاقتراح وقام بتأسيس الإمارة من الأموال العائدة من النفط ولكن طالب سكان إمارات أبوظبي بأن يتولى الشيخ زايد مقاليد الحكم للإمارة وبعد توليها كان التحدي الأكبر له هو أن يقوم بتوحيد الإمارات على رية وحيدة فبعد المطابع الغربية والإيرانية بالسيطرة على الموارد الخاصة بالإمارات بدأ الشيخ زايد بالاجتماع مع حكام الإمارات المجاورة وليجتمع الاجتماع الأول عام 1968 فكان هذا الاجتماع هو نواة المشروع العربي للتوحيد الإمارات حيث تم الاتفاق على تجشين دولة واحدة وعلى حاكم واحد للإماراتين أبوظبي ودبي بعد عدة أشهر تمكن الشيخ زايد بحكمته ونزاهته بتوحيد تسعة إمارات بعد إعلان الانسحاب البريطاني من الأراضي وكانت تضم أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وأم القيون وعجمال والفجيرة وحتى قطر والبحرين ولكن لم يدن بقاء قطر والبحرين كثيرا فقد أعلنت الانسحاب والانشقاق عن الإمارات العربية المتحدة وأيضا رأس الخيمة حتى عام 1971 ليعين الشيخ زايد الإعلان الرسمي للاتحاد العربي والذي كان يضم ستة إمارات عربية وأصبح الشيخ زايد رئيسا للإمارات وبعدها بعام عادت رأس الخيمة للاتحاد لتتشكل الإمارات من سبع إمارات رئيسية وليقف الشيخ زايد عام 1973 مع الملت فيصال السعودي ويقطع النفط عن العالم نصرة لمصر وسوريا وفلسطين ويقدم الدعم للجيش المصري بالبترول والأسلحة وقال جملته الشهيرة إن النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي وبعد عدة أعوام من انتهاء حرب أكتوبر بدأ الشيخ زايد بالاهتمام بشؤون دولته الداخلية وليقوم بتأسيس الإمارات وتطويرها بشكل واسع وكبير وليحول صحرائها إلى بناء متين وقويت عالد بنيانه فرسم خطة ونهج للإمارات ما زالت تسير عليها حتى اليوم وفي عام 1981 تأسس مجلس التعاول الخليجي الذي كان للشيخ زايد دورا كبيرا في تحقيق هذا التعاون وقام بتطوير الإمارات التي نراها اليوم فقام بتأسيسها حتى وفاته عام 2004 والذي قد ترك خلفه بلدا متقدما يتمتع بالرفاهية رحم الله الشيخ زايد واسكنه فسيح جناته وأنتم هل تعتقدون أن الشيخ زايد هو اللبنة الأساسية في بناء الإمارات العربية المتحدة؟ شاركنا رأيك بالتعليقات